رجل من هونغ كونغ يقضي عشيقته بمبلغ 600 ألف دولار لأنها لن تعد تحبه نتساءل إن كان هذا الشخص سمع بالمثل القائل اللي باعك بالفول بيعه بالشور منذ سنين خلت بدأ الخمسيني لتشانك بخيانة زوجته مع فتاة تبلغ 17 عاما فأخذ يدعوها إلى مطاعم باهزة ويصرف عليها يمينا وشمالا ووصل به التبذير إلى أن يشتري لها سيارة أستر مارتن أو باهزة السمن ومن ثم طلق زوجته ودفع لها تعويضا كبيرا في سبيل أن ينتقل للعيش مع العشيقة اللعوب إلا أن الأميرة الناعسة رفضت زواجه بها واعترفت له أنها لم تعد تحبه وبعد أن استحوزت على كل تلك الهدايا الفاخرة والسيارة تركته وحيدا اكتشفت شانك أنها تزوجت من آخر وأنجبت منه ولدا في شهر أبل ماضي فاستشاط غضبا وحنقا وقرر رفع دعوة على الفتاة يطالب بتعويض قيمته 600 ألف دولار والمبلغ عمليا هو سمن الهدايا التي اشتراها لها لكن الفتاة قالت في المحكمة بأنها أعطته بالمقابل شبابها وجمالها ووقتها السمين وهو شيء لا يقدر بالمال حتى يصدر الحكم الختامي ما تزال معركة الحب والمال معلقة اشتركوا في القناة